أقام معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى مملكة إسبانيا والمقيم في لندن حفل استقبال ومأدبة غداء في الحاصمة الإسبانية مدريد بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عرمية مسلمة في العام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وقد ألقى معالي السفير كلمة خلال الحفل شاد فيها بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والأهمية الكبيرة التي توليها مملكة البحرين لتعزيز التعاون القائم مع مملكة إسبانيا على كافة الأصعدة مشيرا بأن هذه العلاقة الوطيدة لا تقتصر على الصداقة فقط بل وتمتد إلى المبادئ المشتركة بين المملكتين والمتمثلة في السلام والتعايش والحوار والاحترام المتبادل منوها بزيارة التاريخية لبابا فرانسيس بابا الباتيكان إلى مملكة البحرين مضيفا معالي أن شراكة الاقتصادية القائمة بين المملكتين الصديقتين تشهد ازدهارا ملحوظا والعمل جار لدعم التعاون وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة بقرض مضاعفة التبادل التجاري القائم ليصل لطموحات الحكومتين ويحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين من جانبه أشار سعادة السفير ألبرتو أوسيلاي مدير عام شؤون دول المغرب والشرق الأوسط بوزارة خارجية مملكة إسبانيا في كلمته إلى عمق العلاقات القائمة بين مملكة البحرين وأسبانيا متطلعا لمواصلة تعزيز هذه العلاقة التاريخية ودعمها بكافة الطرق المتاحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر